تحية طيبة يهل وأوفياء طلالة الجديدة في هذه الحديث عن أسود الأطلس عن نتيجة ماذا أقول؟ يعني نقول منطقية واقعية بالنظر إلى أداء منتخب الكونغو في شوط المباراة الثاني ولكن هذه واقع الممارسة الأفريقية الممارسة الأفريقية للاعبين جلهم بل أغلبيتهم يمارسون في أوروبا هناك من يلعب في ألمانيا في مثل هذا الوقت على واقع الأمطار والثلوج وفي فرنسا كذلك وفي بلجيكا وفي إنجلترا وهناك من يعني لم يسبق له من العناصر الوطنية اللاعبة في درجة حرارة من هذا الحجم تالي ما تبلغوش التفاؤل كان حاضر بالنسبة للأسود للأنصار كل شيء يقول نحن رابع المونديال يعني الكونغو لن تقف سدا منعا أمامنا بالنظر إلى الأداء الذي قدمته أمام زامبيا ولكن لا ننسى أننا في أمام زامبيا الكونغو أتيحت لها تقريبا ثمانية فرص لم تسجل تغفلت بدك الهدف الزامبي خطأ من خروج حارس المرمى لكل مباراة شروطها وتقاليدها ولكن اليوم لعبنا في الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي هناك في سان بيدرو أنا لن أجد الأعذار هناك أمور سنتطرق لها فيما يخص الأداء فيما يخص طريقة التعامل وليد الرقراجي مع المباراة ولكن من باب المعرفة أن تتسرى وتتمشى في شوارع القارة الأفريقية في الثانية عشرة ظهرا أو في الواحدة أو في الثانية أو في الثالثة أو في الخاميسة رغي تتمشى على رجلك لا تجريش الأمر متعب ومنحك رطوبة 75-76 درجة الحرارة 33 وتلعب أمام خصم مولف لماذا مولف؟ أنا أقول لكم لماذا أكيد مع ناصر الذي محترفين في مجموعة من الأندية في فرنسا في إيجلترا في بلجيكا في تركيا أنا معاكم ولكن حياتهم الأغلبية الإقامة كانت تلقاهم في المدن الكونغولية لومومباشي تقريبا بحل أبيجة أنا مشيت لومومباشي تهيد أرجة حرارة عالية جدا ورطوبة مرتفعة جدا وبالتالي كانت نهضروا على ناس مولفين هذه البيئة والدليل الدليل أنهم جاروك في نساقك الذي نوعته وتحكمت في الإيقاع خلال شوط المباراة الأول ولكنهم في شوط المباراة الثاني السرعة القصوى السرعة القصوى كانت للاعبي المنتخب الكونغولي بماذا تفوق لي صابر على وليد؟ أعتقد باختيار التايمينغ الصح لإجراء التغييرات لماذا؟ بداية الشوط الثاني لازال شيء من الطراوة البدنية لدى لعبي المنتخب الوطني فكان ضغط مبكر من الأسود ووتيحت لنا فرصتين من هدي المصير اللي لو كان موفق وكان سجلها بسهولة وسجل أهداف ديك الطريقة اللي كتكون كرات عرضية وكتجي قريبة لي بالقدم ممكنه أن يسجل لم يسجل مرحل الفراغ التي مر منها المنتخب الكونغولي نرجع لبداية اللقاء بداية اللقاء كانت أكثر من وفقة للمنتخب الوطني يعني في الدقيقة الأولى كنت ستسجل أسرع هدف في الكهن تألق لحارس المرمى وحارس المرمى نصف الفريق فحرم المنتخب الوطني من تسجيل هدف الأول ولكن ضربة ثابتة وفي مثل هذه اللقاءات يستحسن أن تستغل الكرات الثابتة لأنه لا تتح لك الكثير من الفرص أمام منتخبات أفريقية لديها تطور في المستوى والكونغو من المدارس الكروية العارقة ولها تاريخ كبير جدا على مستوى الكرة الأفريقية المشاركة التاسع عشر على ما أعتقد في كاس المم الأفريقية تلعب دور البطولة ليس ببعيدة انتصرت عليك أداء ونتيجة في كاس أفريقيا 2017 نتائجك معها يعني شبه متوساوية فبالتالي منتخب قوي بغينا أكرهنا القيمة المالية لهم رأيكسر من 130 مليون يورو وليس الناس ما تكونش غلطة عندهم عناصر محترفة على أعلى مستوى بدايتك الموفقة كانت عليها أن تمنحك الثقة نقولك واحد الحاجة فالفرق الأفريقية وهنا ربما نديروا إسقاط على المنتخب الجزائري أو المنتخب المصري الفرق الأفريقية إن لم تفرض عليها احترامك إن لم تكن لك هيبة على مستوى الآداء غادت حمقك بالدرجة نقولها من كتفرض الهيبة ديالك يضرب لك حساب تديك الجرأة باش يطلع باش يراوغ باش كيف يفقدها وهنا باش كنقوله أنه استطعنا أن نفرض هيبتنا في البداية أوكي إحنا جايين من مباراة أمام تنزانيا ولكن الكل يعرف بأنها ليست معيار أو مقياس ليس لأن الأسود لم يؤدوا بشكل جيد بالعكس الأسود أدوا بشكل جيد ومن يقول بأن يعني البعض يقولون بأن التغيير في النتيجة جاء بعد الطرد الطرد جزء من اللعبة كما هو ضربة الحرة المباشرة وكما هي ضربة الجزاء كلها جزء من لعبة كرة القدم يعني الطرد لا يأتي انذار ثاني إلا بعد انذار أول عرقلت فيه أحد اللاعبين أو تسببت بخشونة مبالغ فيها بعرقلته أصفرت عن إنهاء هجمة ربما كانت ستصفر عن هدف تالي هذه أمور يعني بلا 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 خاوي ما عندها تشي معنا رجعوا للمنتخب الوطني أدى أداء جيد في البدايات هنا فرطت الشخصية ديالك حضرتها بشخصيتك شاهدنا اللاعبين شوية الثقة المفرطة اللي هنا كان خاصه وليدي الدخل كثير جدا من التمريرات التي تضيع فقط لأن ذلك اللعب بغيت فنن فيها بغيت دير بطريقة ها ولا ها كثير من الكرات يتم الاحتفاظ فيها من طرف اللاعبين ومن ثم تقتطع الكرة مجموعة من الأخطاء ترك مساحات مجموعة من الأخطاء في رد الكرة أو تمريرها وكانت تستغل من الكونغوليين كما حدث في شوط المباراة الثاني ولو لا أكرت لا أسفرت عن هدف مباغت ولكنت النتيجة أسوأ لكانوا منتصرين بهدفين لهدف كنا نقول بأننا أمام تنزانيا أحسستنا بأن المنتخب الوطني قادر على فرض الإيقاع بمعنى يطلع المستوى من بعد يبغي يدور كرة ويرتاح في إطار تصريف المجهود البدني بشكل أنجع بشكل مفيد لأنه قادر على 90 دقيقة وعلى ما بدو اليوم أن تعليمات وليد الرقراغي أنه في حالة الهجمات المرتدة أو في حالة الحصول الخصم على كرة الثابتة الكل يرجع فشاهدنا مثلا زياش بتلك الكرة اللي أنقذها وكيفش جمع الكرة ورجع بها وصارتها جمال المنتخب الوطني شاهدنا نصيري في أكثر من المناسبة يحضر في منطقة الجزاء ويبعد الكرة هذا الأسلوب يكلف اللاعبين مخزون بدني عالي وعالي جدا والدليل أنه وصافي 62 دقيقة أصبح لابد من استبدال زياش ولكن السؤال بما أننا ذهبنا لمسألة البودلة لماذا لم يستبدل مثلا نصيري بشكل مبكر الدخول في الأجواء الأفريقية بما أنه مثلا الكعبي أو قربتي السودالي لم تتح لهم الفرصة المشاركة في اللقاء الأول يتطلب الوقت دخول اللاعبين مثلا مدى الأناحي يدخل حارث يتطلب منه الوقت الزلزولي هو الآخر جربناه في المونديال وجربناه في مباراة تنزانية حين لعبك أساسي ومنحت له الثقة بدلا من بوفال شاهدنا يقوم بطرقات وشوارع في خطوط المنتخب التنزاني ما لم نشاهده اليوم لماذا؟ لأن الزلزولي أيضا من اللاعبين الذين يحتاجون إلى قليل من الوقت على عكس دوسابر الذي كان لديه تبديلات مبكرة وشاهدنا البودلاء هم من صنعوا الهجمة وهم من سجلوا الهدف البودلاء المدرب الكونغو الديمقراطية هم من صنعوا الفارق في شوط المباراة الثاني لماذا؟ أخذوا الكثير من الوقت للاستئناس مع طريقة لعب المنتخب الوطني عرفوا نقاط الضعف ونقاط القوة لدى خط وسط نوخط الدفاع وتمكنوا من تحقيق الإنسلالات عن طريق الشيبي الشيبي الذي عليه علامة استفام لماذا؟ لأن ما أنيط بالشيبي من طرف وليد لا في لقاء تنزانيا ولا في لقاء اليوم ولا أحمله المسؤولية كاملة ولا بالعكس كثر من أخطأوا اليوم من داخل المنتخب الوطني ولكن الشيبي عندك أدوار دفاعية كان بالأمكان أفضل مما كان في تغطيتك للقطة الهدف يعني أنت تذهب إلى اللاعب مباشرة لا أن تترك له المساحة أولى المساحة ما كنتش قريب منه ولا حتى على مستوى التغطية فعطيته زاوية زاوية رؤية واضحة جدا والدليل معرضش الكرة لا أعطى باس خارج معنا آخر خدا وقته خدا لو كان عليه الضغط كان ممكن يشعر بالارتباك ما يشوفش ويعرض الكرة وبسهوله بانه يأخذها مش تكون جاي على خارجة لمخرج اللاعب في مساحة وقادمون من الخلف هم أخطر الناس في مساحة في توقيت بإمكانه حقق زاوية رؤية وكانت ضربك على مستوى التمركز لاعبين ولاعب الكونغو قدام بونو ما شوفش تلكورة وتمتجي الهدف ولكن من الأخطاء نتعلم ومن الأخطاء تأتي تأتي الأهداف ومن الأخطاء نحقق نحن حتى الانتصارات غير أنه اليوم كما قلنا كان هناك تأخر في التغييرات كانت بداية موفقة لم تستغل بطريقة جيدة حين عاد حكيمي في شوط المباراة الثاني بسبب تخوفات وتحفظات وليد من خطورة الارتدادات الهجومية التي كان يقوم بها المنتخب الكونغولي قلت خطورة المنتخب الوطني كما قلنا أن التغييرات التي تم الإقدام عليها يعني جاءت متأخرة بشكل كبير جدا خاصة 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 على مستوى خط الهجوم أيقنا اليوم وليد الرقراقي أن المنافسات ليست سهلة كما حال الجماهير المغربية والإعلام المغربي وأنا كنت قلت أن مباراة الكونغو ستكون مباراة صعبة وصعبة جدا الحمد لله وأقولها من قلبي أن حكم اللقاء احتسب لهم حكم الكيني احتسب لهم ضربة جزاء وإلا لا لكثير من الأفواه التي التي اليوم يعني لا شغل لها إلا المنتخب الوطني أتمنى أن هذا التعادل يخفف من الضغط على المنتخب الوطني لأنه بالفعل من يتابع اليوم يشاهد أن المنتخب يدري لهم ميكرو تليسكوب يعني حتى على مستوى الشكاوى يعني كنشوفوا الاتحاد الجزائري يقدم شكوى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الحكام فعلى ذلك أيضا المنتخب التونسي مع العلم يعني مثلا في مباراة المنتخب الجزائري مع بوركي نافاسو لمست اليد التي يعترضون عليها مشي لمست يد وقالها معلقهم الشهير حفي الدراجي ركلة الجزاء صحيحة فأمور كثيرة جدا لا يوجد فيها الكثير من التعليقات على الحكام ولكن أقول لكم في أفريقيا في كأس أفريقيا تحديدا حين تكون تمارس الأخبار تنتشر بسرعة قياسية تنتقل بسرعة قياسية وإن لاحظتم معي اليوم أن المنتخب الكونغولي بكل لقطة بسبب أو بدون سبب كان يتجه إلى الحكم حتى أن هناك بعض اللقطات التي كانت تستدعي من الحكم الكيني مثلا الاعتداء على أناحي هذا تدخل قوي وقوي جدا إن لم تكن بطاقة حمراء بطاقة صفراء أمور كثيرة جدا العودة إلى الفار والضغط الكبير واحتساب ركلة الجزاء الاعتراضات المتكررة على أي لقطة تصدر من لعبي المنتخب المغربي توتر الأعصاب الذي كان مع الحكم على مدار اللقاء هذا ماذا يوحي؟ يوحي بأن الحديث اليوم الذي بدأ من الشقيقة الجزائر ينعكس على المنتخبات التي تنافسك حتى على أن الحكام يريدون دائما براءة الذمة فربما يبالغون أو يحرمونك من بعض الحقوق ولذا شاهدنا توتر مثلا بين زياش والحكم المساعد وشاهدنا أيضا إلى أرديته البال بالزاف رشيد بن محمود بعد نهاية الشوط الأول بعصبية كي يهدر مع الحكم الثاني لماذا؟ أنا مش يدنبئي لأن هناك ضغوطات كبيرة جدا تمارس والتهامات لا أساس لها من الصحة بيش لاعبين يدفعوا الثمن ولكن نحن في أفضل مما كان عليه الحال في السابق السابق كانت تلغى لك ضربات جزاء وكان يطرب لك لاعبين وتسجل عليك أهداف من تسلل وفي تصفية الكأس العالم على سبيل المثال حق من حقوقك البسيطة وكنت تخرج في كثير من الأحيان بسبب أخطاء تحكمية اليوم الواقع اختلف على الأقل على الأقل يضرب لك ألف حساب ولكن اليوم في ظل هذه الفوضى الخلاقة التي خلقها البعض ممن يريدون أن يوتروا الأجواء بالنسبة للمنتخب المغربي وحاولوا استغلال أكثر من شيء من هذه الصريحات أناحي مثلا ولكن شفنا واحد الإعلام شي شوية بعقله في الشقيقة مصر لم تخرج الأمور عن سياقها وأن تطور النقاش هناك ولكن على العموم بقات الأمور كما هي اليوم المسألة التي يوضع فيها المنتخب الوطني ويتحمل مسؤولية لا صلة له بها هو هذا الضغط الممارس علينا اليوم فبالتالي علينا أن نتوقع صرام بعض الشيء من عدد من الحكام الذين سيديرون لقاءات الأسود مستقبلا ولكن علينا أن نحسن التعامل معهم لأن البعض منهم ربما مش من باب المجاملة ولا من باب التجني على المنتخب الوطني ولكن لكي يكون منصفا وعادلا أكثر من العدالة الإلهية سيحاول أن يقوم بالضغط على الأسود أو باتخاذ بعض القرارات فقط لكي لا يقال بأنه تعرض للضغط اليوم الحكم الكيني بوتر بيتر وويرو شوية في بعض الأمور كان بإمكانه أن يعطي بطاقات وكما أعطى للاعبين بطاقات صفراء كان أعطاها لبعض لاعبي الكونغو أنا ما غنحملوش المسؤولية ولكن كان نقول أنه هذا هو السياق وهذا هو الكونتكست اللي خلى اليوم يعني شوية كان فيه واحد التأثير ولكن أعطي بطاقات صفراء لبعض اللاعبين اللي كانوا كيستحقوا ربما تراجعوا شي شوية خاصة أنه شفنا عدد من الاحتكاكات اللي كانت مؤثرة ولكن ماشي موضوعنا بغيت نرجع لردة فعل عميد رومانسيس رومانسيس أثر واحد نقطة هامة وهمة جدا وقال أنه اليوم من الغريب أن يكون مباريات في الساعة الثانية ظهرها في ظل درجة الحرارة التي نراها في الأدغال الأفريقية وقال أتفهم أن هناك مسألة حقوق النقل التلفزيوني إلى غير ذلك قال ولكن لو لم تكن كرة القدم لما كان هناك حقوق نقل تلفزيوني وبالتالي عنده الحق اليوم الكاف عليه أن يعيد النظر في برمجة المباريات صحيح أن المنتخبات جميعها إما تلعب ثانية ظهران أو حتى تلعب في الساعة الخامسة بتوقيت الكوندفار أو الثامنة يعني كلها ستقسم لها لقاءاتها وليس كما يقول البعض المغرب يستفيد من لقاء في السادس والمغرب لعب مع الثانية وعانى من الطقس والرطوبة المرتفعة والإجهاد البدني الكبير والكبير جدا حاله حال المنتخبات الأخرى ولكن كما قال سايس يجب مراجعة مثل هذه الأمور لأنه من الصعب بما كان وهذا أمر مؤذي حتى لصحة اللاعبين وشاهدنا اللعب الكونغولي حين سقط على الأرض وأصيب في رأسه كمية الدماء التي سالت منه لا يشعر جسمك سخون الحرارة الدورة الدموية كتكون نشطة وبالتالي ممكن أن يؤثر ذلك على صحة اللاعبين وخكينا داك الكولين بريك توقف اللي يكون فيه دقيقة ولكن غير كافي غير كافي بتاتا وخعدد التغييرات ولكن هذا الأمر غير كافي المهم الكافي مطالب بالمراجعة ولكن لا أعذار اليوم على ما أظن أنني بكل صراحة أردت المنتخب الوطني أن يمر بمثل هذه السيناريوهات ألا نبقى في ذلك البرج العاجي وخاصة أن هناك من يتأثر بأننا نعم نحن من المرشحين البارزين رفقة السينيغال من المرشحين من المرشحين دعونا من كل هذا الحشو دعونا من كل هذا اللغو التفكير بواقعية الممارسة في القارة الأفريقية التفكير بمجموعة من السيناريوهات أنك تسجيلك لهدف مبكر هذا لا يجعلك تتسيد المشهد والدليل رجعوا لكاني الكاميرون سجلت هدف مبكر على المنتخب المصري من ضربة جزاء ولكنك خسرت اللقاء في نهاية المطاف على اللاعبين أن يعو بأن أنا الأوان أن يكون المنتخب المغربي مكينة أهداف لمعنى آخر أنك سجلت هدفا في بداية اللقاء عليه أن يحفزك لتشجيل أهداف أخرى لا أن تعود إلى الخلف نعم حصن مناطقك الدفاعية هذا لا جدال فيه ولكن عليك أن تكون مبادر عليك أن تحصل على ضربات ثابتة ما حال من ركنية أتيحت لنا اليوم أي سيطرتي 53% ولا 52% لكن ما حال من تسديدة مؤطرة ما حال من كرة عرضية شكلت خطورة ما حال من ضربة ركنية حصلت عليها الاستاتيستيك مهمين جدا في عالم كرة القدم تستهلك الوقت في بناء الهجمات ولكنك لا تشكل خطورة على الخصم وفي المرتدات وفي شوط المباراة الأول حتى في المرتدات كنت تترك فراغات كبيرة وكبيرة جدا هذه المسئلة لا بد أن ينتبه إليها وليد الرقراغي على مستوى البودلاء اليوم نحن نقول أننا نفتخر ونعتز بأن لدينا بودلاء على مستوى عالي ولكن ووليد يعلم ولعب في أفريقيا مع الأندية المغربية اللاعب في الأدغال الأفريقية في تلك الظروف بالفلسفة الفنية التي تلعب بها الأندية والمنتخبات الأفريقية لا يمكن أن يكون كما عليه الحال في أوروبا أن يدخل ويجد جمل تاكتيكية وبإمكانه أن يفك شفرة مباراة ويسجل لا لاعب سواء كان في خط الوسط أو في خط الهجوم عليه أن يستأنس بالأجواء عليه أن يلمس الكرة في أكثر من مناسبة لكي يتأقلى عليه أن يحتك مع الخصم ويرى كيف يدفاعه وإلى غير ذلك ونقاط ضعفه سرعته بطئه في منطقة من المناطق باش يولف والدليل راكو شفته الزلزولي ولا شفته الخنوس تاخده واحد خمسة سبعات دقائق شفنا كيفاش يقدر يعطيه ولكننا لم نشاهد الكعبي محتاج إلى وقت أطول وبالتالي كان بالإمكان أن تكون التغييرات بشكل يعني مبكر لماذا؟ لأنك تعلم أن اللاعبين بحال زياش بحال بوفال وآخرون ستين دقيقة تكفي في أجواء من هذا الحجم ونحن نقول ستين دقيقة خصوصة تزيد عليها الوقت بدل الضائع اللي كان محسوف في الشوت الأول انك تدار على سبعين دقيقة دي اللعب سبعين دقيقة في في الحالة الصحية البدنية لمجموعة من اللعبين وحتى أناحي أناحي تورى راجع من إصابة هؤلاء جميعا وجدت أنه صافي قمة الأداء والعطاء التي يمكن أن يعطوه أعطوه في تلك المباراة ولكن نمشو للمستقبل أعتقد أن المنتخب الوطني كان عليه أن يمر بهذا السيناريو كان عليه أن يتقدم ثم يجد نفسه في متعادل في النتيجة ويتعرض للضغط العالي لماذا؟ مسألة النقاط سيادة المجموعة تهمنا ولازالت على الورق بين أقدام لعبي المنتخب الوطني وإن شاء الله انتصار على زامبيا يجعلنا نتسيد المجموعة ونبقى في سان بيدرو تأهل إن شاء الله مضمون هذا الأجدال فيه مع الإيمان بالقدر طبعاً ولكن مضمون بإذن الله ماذا يتبقى لنا؟ يتبقى لنا بأننا نريد أن نعرف ما نملك نريد أن نعرف المخزون البدني إلى ماذا يمكن هذا اللاعب من المواصلة إلى غير ذلك نريد مثلاً أن نختبر ياسين بونو وياسين بونو اختبرناه اليوم لا أحمله مسؤولية الهدف وحتى الضربة في الدقائق الأخيرة وكيف رفع الكرة وأخرجها إلى ضربة ركنية كان متميز؟ نريد أن يخضع سايس وأكرد إلى امتحانات ملاعبين ذوي قوة بدنية بإمكانهم التسديد بإمكانهم المراوغة نريد إخضعهم نريد أن نتأكد من خياراتنا هل نحن اليوم مجبرين مثلاً أن يكون عطيط الله أساسي في مباراة مقبلة أو يبحث عن بديل آخر بالنسبة لوليد الرقراجي أم لا؟ نريد أن نتأكد أنه بإمكاننا أن نثق في نصيري ستين سبعين دقيقة ماكسيموم لأن الفتاة أضاع العديد من الفرص اليوم ونحن نريد أن نفوز بهذه الكأس لا نريد فقط المشاركة ولذلك مباراة تنزانيا كانت بمثابة مخدر أخفت الكثير من الأشياء التي لا بد أن نكتشفها في دور المجموعات لأنه إلا اكتشفتها في الدور الموالي في ثم النهائي باي باي وانتك تكتشف غتخسر وغتجمع حوجك وغترجع ولهذا الجيل الذهبي أنه يجمع حواجه ويرجع صعيبة بالزاف صعيبة بالزاف قد لا نتوفر على جيل من هذا النوع وهذه الكفاءة وهذه القدرات ولكن اليوم استثناء اليوم لعبنا أمام خصم قادر على صناعة الفرص خصم لديه لاعبي محترفين على أعلى مستوى خصم مولف بهذه الأجواء خصم لديه الرغبة بأن يعبر عن نفسه بعد تعادل يعتبره غير عادل أمام المنتخب الزامبي خصم من أكثر المنتخبات التي تصنع الفرص في المباريات لا يقتل بدنية عالية مهارات الفنية رائعة وشاهدتم لاعبي كيف يراوغون الأول والثاني والثالث وبالتالي أعتقد أن الكونغو اليوم خاص النموذجي مكننا من الوقوف على نقاط الضعف لدى منتخبنا الوطني وربما ربما ربما ويا ريت يا وليد وأنا أعرفك بأنك طموحك يعانق عنان السماء لو تغير بعض الشيء من قناعاتك لو تغير بعض الشيء من قناعاتك التغير مطلوب صدقني التغير مطلوب نغير بعض القناعات فيما يخص الأسماء نغير بعض القناعات في طريقة اللعب نغير بعض القناعات فيما يخص التحكم بإيقاع المباراة من حيث في بعض الأحيان نشاهد أن المنتخب يريد أن يقتل اللعب يقتل اللعب لماذا؟ لا اقتصاد بدني ومحاولة قنص هجمة مرتدة لا المنتخبات التي تود أن تنتصر بالألقاب عليها أن تبادر ولكن لا أحد يقول لك لا تحصن مناطقك الدفاعية حصن مناطقك الدفاعية ولكن ثق أكثر في العناصر الوطنية مسألة تدوير الكرة في وسط الميدان قد تقوم بها لستين ساعة ولكنك لم تسجل إذا أردت أن تسجل عليك أن تصنع الفرص وأقولها مرة أخرى كما بدأت أن تفرض هيبتك على المنتخبات الأفريقية سيحسبون لك ألف حساب ليس فقط في الكواليس سيحسبون لك ألف حساب في الميدان حتى على مستوى الجرأة بالدارجة ما سيقدر يزعم عليك سيضرب لي لك الحساب وفرض الهيبة يأتي بالنسق الذي تقدمه بالنتيجة التي تسجلها بالآداف التي تحققها ولكن أن تجعل الخصوم يستردون الثقة بأنفسهم قد تتجرأ عليك زامبيا في المباراة الثالثة لذا كما دخلنا في بداية اللقاء اليوم بقوة علينا أن نواصل وأن يكون النسق تصاعدين لا فيه تباطئ وتخاذل وفي نفس الوقت لن يتكرر سيناريو أنك تلعب درجة حرارة من هالنوع وخرطوبك تكون مرتفعة في الثامنة مساء ولكن كما أفضل بكثير لعناصرنا الوطنية لأننا كان عرفوه البيئة والمحيط والممارسة فين كيمارسو من الصعب بمكان وهذه هي تقاليد أفريقيا على العموم نطولوش عليكم اتمنوا التوفيق إن شاء الله للمنتخب الوطني لم ينتهي شيء بالعكس أنا أقولها وأكررها مزيان دوزنا في هذا السيناريو ما عليش مجبناش ثلاثة النقاط أيهما تفضلون أن تتعادل وتكتشف بعض الأمور التي تحتاج للإصلاح أم تنتصر بثلاثية ومن ثم تذهب إلى المباراة الثالثة وبعد ذلك يفاجئك منتخب قوي متماسق قادر على امتصاص الضغط والوصول إلى شباكبونو وتغادر الكام لا اللهم نمروا بهذا الامتحان القابل للتعويض على مستوى النتيجة والآداء في المباراة الثالثة ولنمروا فيه في المباريات التي فيها خروج المغلوم شكرا لانتباهكم شكرا لتعليقاتكم لوفائكم وإلى الملتقى إن شاء الله في أمان الله